في طريقتين تقدر تتعامل بيوم مع الأزمة الاقتصادية اللي احنا بنعيشها بقالنا فترة احنا وتقريبا كل دول العالم الطريقة الأولى ودي اشتغلنا بيها الفترة اللي فاتة تقعد تحلل الظاهرة وتناقش وتشوف الأسباب ونعمل ايه و احنا كلنا كتبنا تقريبا بلا استثناء على الفيسبوك احنا بنشتكي و بنقول جاي من ارتفاع الأسعار والتدخل ويطلع رئيس الوزراء يقول كلام ووزير المالية والكلام وفي طريقة تانية البعض بيعملها من أصدقائنا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بيبعث لك رسالة إيجابية يعني مثلا من يومين قريت ان في مطعم اسمه العائلات في مصر الجديدة المطعم ده عمل حاجة جميلة اولي ايه هي مع الأزمة والغالة كان ممكن يكتفي بحاجة واحدة يا ولد أيها المحاسب بتاع هذا المطعم الأسعار زادت مثلا 100% أو 70% الوجبة طائلة بتلفلهم مع عشرة خليها بخبستاشر الطعمية خليها باثنين أو بتلاتة وخلص أو هيعمل لو ما تقدرش تلومه ما الأسعار مرتفعة لكن صاحب مطعم العائلات فكر في حاجة جميلة جدا تستحق التحية هنا قالوا وهي ايه قالك من انا هعمل مساحة من الساعة سبعة الصبح للساعة عشرة الصباحا لمدة ثلاث ساعات الوجبات عندي مخفضة يعني ايه مخفضة؟ يعني علبة الفول والخمس طعميات وخمس ترغفة كل دول بعشرة جنيه وقال لو انت ما معكش العشرة جنيه معقولة؟ طيب عايز تعرف هو عمل ايه؟ روح له بعد الساعة عشرة هتلاقى علبة الفول بعشرة والخمس طعميات بعشرة والخمس ترغفة بعشرة يعني الراجل ده بعلك حاجة سعرها عنده تلاتين جنيه بعشرة جنيه اقل لو ما كانش معك بعض الاصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي كتبوا هذا البوست سواء البوست حقيقي بالفعل او بالارقام حتى غير دقيقة بس اكاد ازعم ان عدد كبير جدا من محلتنا ومطاعمنا على مستوى الجمهورية بيعملوا ده ربما احنا موصلناش ليهم ربما حضرتك تعلم بس ما فكرتش تكتب بوست عن ده وبالتالي انا بحي نموذج التكافل الاجتماعي وسط هذه الازم هل كان هذا المطعم هو الحالة الوحيدة اللي بيعمل كده لا انا شفت عدد كبير من الاطباء للامانة بيعملوا حاجات عظيمة في طبيب عظم مثلا في الموطم طبيب عظام اعلم فتح العادة بقى مجانا لقى في تكدس وناس كتيرة فقرر يعمل الدعوة او يفتح العيادة مرتين يعني على شفتين وردية الصبح وردية بالليل بل قال انا هخصص لجيراني واصحابي واقاربي فرصة ان انا اروح ازورهم في البيت لو تعبنين ايه المعنى اللي انا ببعثه لك من هذه الرسائل او هذه البستات انك تستطيع فعلا لو تقدر طبعا كل واحد في مجاله انه هو يساعد بص يعني اللي هو ايه كل خيرا او فلتصبه يعني ما بقولكش ما تقولش جاي من الغلاء ما بقولكش تكتب ان انت مرتبك ما بيتكفاكش انا ما قلتش ده بس انا بوريك برضو ان في بعض الامل مننا احنا كمواطنين بعيدا عن الحكومة لفت انتباعي مسلا ان في شاب سوهاجي عنده عربية شغالة عليها تاكسي قرر منزو كام شهر ومع اشتداد الازمة قالك انا هكتب على التاكسي بتاعي لغير القادرين وللمرضى التوصيل مجانا ده فين في سوهاج يعني وراح حاطت رقم تليفونه وقال انا ناس من اهالينا في سوهاج بيتصلوا بي تعالنا المكان الفلاني والنبي ودينا مستشفى سوهاج العام والنبي ودينا للدكتور الفلاني احنا ما معناش فلوس خلاص يبقى عرف ان الاشوار ده لله طب انت هابدي بل تلازم يبقى لك رزق وترزق قالك ربك بيرزق وانا ماشي في الشارع بوصل حد بيركب معايا حد يحسبني نعود الى الاطباء في طبيب اطفال في الشرقية قرر ينشر على صفحته انه هو هيعالج الاطفال اللي هيجوله مجانا وكمان مش كده سيسلم اهليهم الدواء مجانا يعني هو الطبيب كشف على الطفل ده كده مجانا يشكر بقى بصراحة هذا ما يمتلكه اللي يقدر يتبرع به لكن كمان يديلك الادوية مجانا يديلك الادوية مجانا ده معناه انه هو نزل للصيدلة للصيدلية وراح جايب منها كل الادوية اللي الاطفال بيحتاجوها خوفة حرارة ال 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 ادوية شرب بتاع وراح على طول حطتها عنده في عياته بحيث لما حد ييجي يكشف عنده يروح كاتبله الرشدة ومديله الدواء اللي انا بقدمه لحضراتكم بيسموه باللغة العربية غيض منفايد يعني دعينا على سبيل المثال لا الحصر واكاد اجزم ان في كل شارع وحارة فيك يا مصر في ناس بتحاول انها يعني تطبطب على اكتاف ناس تاني رغم ان الازمة الاقتصادية موحدة بين الجميع والكل تأثر بها غني وفقير وفقير وغني هنا انا بدعو كل واحد في مجال عمل لو يقدر يخفف يخفف لو انت مدرس وبتدي درس خصوصي والدنيا ماشي معك شوية يا عم يعمل خصم قولي انا حسب على ثلاث حصص بس والحصص الرابعة بلاها مجانا يعني لو انت عم بتبيع فول زود كبشة والله بكلمة جد لو انت صاحب مخبس والناس شايفهم قداما لو عرفت لو عرفت حط رغفين زيادة حط المهم كل واحد يستطيع شوف الشاب اللي هو من سهاج قرر يعمل ايه قرر انه هو يوصل الناس مجانا هو ما معهوش فلوس بها التوصيل ده بفلوس ممكن ياخده واتبرع به ولو خد منه فلوس ده حلال لان ده اكل عيشه انا اتمنى اتمنى النموذك ده يسري في المجتمع وربما علشان كده احنا خصصنا فقرة النهارده الفقرة الحوارية عن العمل الاهلي الخيري واللي هتشرفنا فيه دكتورة هالة صلاح استشاري الاستشاري الطبي للتحالف الوطني للعمل الاهلي اشتركوا في القناة